أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددا من القوافل الطبية الموسعة بمحافظات الدلتة والمحافظات الحدودية ضمن خطة الحماية الاجتماعية وصل الخير 2 وذلك تنفيذ لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضح التحالف أنه تم تسيير قافلة طبية موسعة بمحافظة جنوب سيناء واستهدفت القافلة المواطنين من ذوي الهمم في مدينتي الطور ونويبع مشيرا إلى أن القافلة نجحت في تقديم الخدمات العلاجية لألف وخمسمائة وخمسين مواطنا في كافة التخصصات وتقديم العلاج اللازم لهم كما تم تسيير قافلة طبية أخرى لمحافظة الغربية نجحت في تقديم خدمات الكشف الطبي لأكثر من سبعمائة حالة من مختلف الأعمار